موسيقى رئيس السيسي يتوجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب العربية الشتوية الرابعة والعشرين الكريملين يحض واشنطن على وقف تأجيب التوتر في أوكرانيا ونيتو يتحدث عن قوات روسية كبيرة في بيلاروسيا الصحة العالمية تتحدث عن هدنة من كورونا في أوروبا قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة الثالثة مساءنا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى على مدى العقود الستة الماضية شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات ليس هذا فحسب فقد أثبتت العلاقات بين القاهرة وبيكين قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية المختلفة يتوجه رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفظ افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين بالعاصمة الصينية بيكين غدا أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة سيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة رئيس الصيني شين جين بينغ وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين أشر المتحدث الرسمي إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا أقدم باحثات قمة مع رئيس الصيني شين جين بينغ وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقة الصينية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلا عن مؤصلة المشاورات وتنصيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومذو تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصائد وتعدى الصين من بين أهم الكوى الكبرى التي ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادته البلدين حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين خاصة في ضوء مشاهدة هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجهات من الرئيس السيسي تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي وصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي الزيرات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتجل اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنية في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال زيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 فمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعيدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجية حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اكتاح العالم سارعت مصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى إثر ذلك لم تنسى الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين وللمزيد من المتابع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية الدكتور أحمد بعد التحية الرئيس السيسي في طريقه إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية كيف تقرأ مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي الضخم وما يؤكده من متنة العلاقات بين البلدين نعم لشك أن هذه هي الزيارة السابعة للرئيس السيسي للصين وسيعقد القمة الثامنة مع نظيره الصيني شي جينبين هي تعكس حقيقة قوة ومكانة العلاقات المصرية الصينية والتي يمكن وصفها بأنها علاقات شراكة استراتيجية حقيقية ممتدة على كافة الأصعادة وكافة المستويات تعكس أولا أمك العلاقات التاريخية لأكبر حضارتين كبيرتين في العالم الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة تعكس أيضا قوة العلاقات على مدار أكثر من 70 عاما منذ حتى تبايد العلاقات المصرية في عام 1956 والتواصل والتنصيق المصري الصيني الدائم تعكس أيضا حجم المصالح المشتركة بين البلدين وقوة هذه العلاقة التي تعكس أن مصر كدولة إقليمية مركزية في منتقة الشرق الأوسط والصين كدولة إقليمية بارزة ومهمة في أسيا تعكس أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية وأهمية هذا التعاون والتنصيق والتبادل للزيارات والذي يؤكد دائما أن مصر والسياسة المصرية أصبحت الدائرة الأشيوية حقيقة من أبرز الدوائل السياسة الخريية المصرية في ظل التنوع وتعدد الشراكات المصرية مع كافة دول العالم انفتاح لكل التجارب التنموية خاصة التجربة الصينية بما يعزز ويخدم التنمية في الداخل وهذا سمة السياسة الخارجية المصرية وبما يعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطن المصري في الارتقاء بمستوى معيشاته الصين تمثل أهمية كبيرة حقيقة في أجندة السياسة الخارجية الصينية لأن الصين هي دولة كبيرة اقتصاديا سانة أكبر اقتصاد في مستوى العالم الصين تعددها تجاوز المليار نسمة تمثل سوق وساعة مهمة الصين لديها تجربة تلموية كبيرة ومهمة ومتميزة يمكن لمصر الاستفادة وتستفيد حقيقة من المزايا النسبية لهذه التجربة فيما تعلق به المشروعات الصغيرة مشروعات كسيفة العمالة المشروعات القائمة على التنوع وتعدد المناطق وقائمة على المزج بين التكنولوجيا والعامل البشري كلها حقيقة بتؤكد قوة هذه التجربة الصينية التي تمثل أهمية كبيرة حقيقة لمصر أيضا الصين تمثل أيضا مدخلا لمصر نحو الأسواق الأسوية وبالتالي في المقابل مصر تمثل أيضا أهمية كبيرة للصين كدولة مركزية في الشرق الأوسط وصوف واسعة أكثر من 100 مليون نسمة كمدخل وكقاطرة وكبري إلى الدول الأفريقية وهي التي توجد فيها الصين بكسافة يعني هناك عوامل مشتركة حقيقة بتدفع دائما في اتجاه تطوير وتعزيز وتدعيم هذه العلاقات الاستراتيجية دكتور أحمد لو اتكلمنا عن منتدى الحزام والطريق ده هيبقى من بين أبرز أوجهها التعاون بين مصر والصين كيف تقرأ هذا؟ لذلك في الواقع الآن أن الصين بمبادرتها الضخمة والعلاق وهي مبادرت حزام الطريق يعني البحث أحد الرواق عن تنمية الاقتصاد الدولي خاصة في ظل توسع وانتداز هذه المبادرة وهذه إلى كثير من مناطق العالم ومنها بالطبع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا وأفروكيا والتي تعكس حقيقة أن مصر هي مع فكرة التعادلية الدولية التعاون الدولي في الاقتصاد العالمي القائمة على فكرة أن العالم لابد من التلاقي المصالح المشتركة أهمية دعم وتعزيز فرص التعاون التجاري التنصيق الاقتصادي وغيرها من الأمور أيضا تمثل أهمية كبيرة حقيقة في جذب الاتصمارات الصينية الكبيرة إلى مصر خاصة أن مصر الآن هي من الدول الواعدة والدول البارزة في مجال التنمية الاقتصادية في ظل نجاح تقربة الإصلاح الاقتصادي في ظل البيئة المهمة الجاذبة للاتصمارات الأجنبية خاصة في المشتعات القوامية الكبرى نستمحوا للتنمية في قناة السويس العاصمة الإدارية وغيرها المشتعات التي بالفعل في الصين تشارك فيها تصمارات مهمة واتصمارات كبيرة وبالتالي هذه المبادرة والمنتجة التي شارك فيها الرئيس السيسي من قبل تمثل حقيقة أرضية مهمة لبناء ودعم وتعزيز مزيد من الفرص الإستمارية المتبادلة مزيد من التعاون والتنصيق الاقتصادي مزيد من التعاون التبازل التجاري خاصة أن حجم التبازل التجاري يصل إلى 18 مليار دولار وأعتقد أن هناك فرص مستقبلية لتطوير هذه العلاقات المهمة دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية شكرا جزيلا لك شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارة في مصر وذلك نظرا لأهمية هذا الملف وتنفيذ لتوجهة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارة في مصر وكذلك تطوير الصناعات المغذية لها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارة في مصر وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى عقد اجتماعا مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارة وكذلك المهتمين بهذه الصناعة كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارة لاتحاد الصناعات أهلا بكم من جديد نوالي تقديم نشرة الأخبار عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعوضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مراجعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعوضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور لدفع العمل بتلك المشروعات شهد الاجتماع الإشارة إلى العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة وفي هذا الصدد تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالية 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها طبقا للمخطط وقد أتيحت اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي شهدهم مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرقي الجنج كومهورية الكونجو الديمقراطية موديا بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال وفي بيان الخارجية أعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصدق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونجو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجلة لكفة المصابين مؤكدة وقوفها بجوار الكونجو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوارها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول مقتلى وإصابة إرهابيين أثناء محاولتهم التعرض لطيران الجيش في محافظة صلاح الدين وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إنه خلال تنفيذ عملية تفتيش مسنودة بغطاء جوي ضمن قيادة عملية صلاح الدين حاول أحد عناصر داعش الإرهابي فتح النيران المباشرة على طائرات قيادة طيران الجيش وعلى الفور تم قتل الإرهابي وإصابة آخر أعربت وزارة الخارجية البحرانية عن إدانتها واستنكارها شديدين لإطلاق ثلاث طائرات مسيارة باتجاه الإمارات في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنها والمقيمين فيها دعاية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة نجحت مصر في تجهيز معونة مساعدات عجلة إلى لبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاسية والغذائية و250 طن من المستلزمات الطبية هذا وقد أشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل ويرسال المساعدات عن طريق البحر ما زلنا في الشأن اللبناني حيث قال الرئيس ميشيل عون إن كل التدابير اللوجستية والتقنية التي تتطلبها الانتخابات النيابية والمقرر إجراءها في الخامس عشر من مايو أصبحت جاهزة أشار عون إلى أنه يتصرف على أساس أن يكون مستعد لإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي في موعده كواجب وطني ودستوري إلى إذا استجد سبب قاهر يفرض التأجيل كما لفت عون إلى أنه سيغادر القصر الجمهوري في الحدي والسلسين من أكتوبر القادم حتى لو لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسية نيتو يانسي ستولنبرغ عن قلقه إذا مواصلت روسيا حجدها العسكري حول أوكرانيا مشيرا إلى أنها نشرت المزيد من القوات والمعدات العسكرية في بيلاروسيا أكثر من أي وقت سابق خلال سلسين عاما الماضية وفي المقابل لاحظ الكريملين الولايات المتحدة على وقف تصعيد الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا وذلك غدت القرار الأمريكي بإرسال سلاسة ألاف عسكري إضافي دعما لقوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ما زالت نزر حرب تلوح في الأفق على الحدود الروسية الأوكرانية أحدث حلقات تلك الأزمة المستعرة حديث حلف شمال الأطلنطي الناتو عن تحرك للقوات الروسية باتجاه بيلاروسيا واصفا هذا التحرك بالأكبر منذ نهاية الحرب الباردة التحرك الروسي بحسب الناتو يأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عزمها نقل نحو ألف جندي أمريكي من ألمانيا إلى رومانيا بالإضافة إلى ما مجموعه ألفي جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا وفي إعلانه عن هذه التحركات أوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أنها ستتم في الأيام المقبلة وستعمل تحت قيادة الولايات المتحدة معللاً الموقف الأمريكي الجديد بإرسال إشارة قوية إلى روسيا والعالم بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو الخطوة الأمريكية قابلها تعليق من الكريملين الذي أشار إلى أن نشر القوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا وهو ما يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات تصعيد أمريكي روسي يقابله حديث أوكرانيا المتكرر عن ضرورة انتهاج المصاري الدبلوماسي لحل الأزمة والتي إن تطورت للأسوأ فلن تبقي ولا انتظر تطورات تأتي فيما بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مهاتفيا مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون تنسيق الجهود الدبلوماسية وخططا تكبيد موسكو تكاليف اقتصادية في حال هجومها على أوكرانيا وفي بيان للبيت الأبيض اتفق الرئيساني على مواصلة الاتصالات والتشاور مع الحلفاء في حرف شمال الأطلنطين نيتو والاتحاد الأوروبي بخصوص إدارة هذه الأزمة بالتزامن وقعت دائرة الأمن الأوكرانية وغرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا مذكرة تعاون في اكتماع بين رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا إيفان باكانوف ووفد من غرفة التجارة الأمريكية وقال باكانوف إن السلطات الأوكرانية تبذل قصر جهدها لضمان أن تكون كياف شريكا موثوقا به وسابتا لحلفائها مضيفا أن هذه المذكرة تظهر استعداد الخدمات الخاصة الأوكرانية للتعاون من جانبهما قال ممثل الغرفة الأمريكية في الاجتماع إنهم يدعمون أوكرانيا في جهودها لتعزيز قطع الأمن من جانبها أعلن وزير الدفاع الروسي أن جهود روسيا وبيلاروسيا لإنشاء منظومة دفاعية متكاملة للبلدين بدأت تؤتي ثمارها بالتذامن حثت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة على إجبار كييف على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص اتفاقات مينيسك جاء ذلك في منشور للسفارات الروسية عبر موقع التواصل الاجتماعي وفي السياق نفسه علقت السفارة على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس حول ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينيسك واصفا تلك التصريحات بالإيجابية اقترب إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم من تخط حاجزها 385 مليون حالة وأظهرت أحدث بيانات جامعة جونز هابكنز الأمريكية تصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا البيانات أظهرت أيضا أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و700 و1 ألف حالة وفاء وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الوفيات تليها البرازيل والهند وروسيا والمملكة المتحدة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا قد تدخل قريبا في فترة هدوء طويلة بسبب معدلات التلقيح المرتفع وانتشار المتحور أومايكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء وفي تصريحات صحفية قلم المدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية إنه يجب أن ينظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب سلاما دائما ما بين تحويل إجراءات مواجهة كورونا للتقاعد في عدد من دول العالم وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يبقى الوضع الوبائي العالمي حساسا فرنسا كانت أحدث دولة في أوروبا قامت برفع عدد من القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء كورونا وذلك بهدف تخفيف الحياة اليومية للفرنسيين فلم يعد وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل الجمهورة جالسا فرنسا لم تكن وحدها التي اتخذت تلك القرارات فباتت سلسة دولة أوروبية تعلن تخفيف القيود بعد إنجلترا والدنمارك إسرى انحصار أعداد الإصابات اليومية لديها أما إسبانيا فقد قررت فيها السلطات الصحية التعامل مع كورونا على أنها في الوانزا أو نزلات برد عادية مشيرة إلى أنها ستتمكن من تخفيف الإجراءات اعتبارا من 11 فبراير في كتالونيا بعد نحو شهرين من الإغلاق وأمام ذلك كله خرجت منظمة الصحة العالمية محذرة من إعلان بعض الدول الانتصار على الفيروس كما عبرت عن قلقها من ارتفاع عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم ودعت إلى توخي الحذار فعلى الرغم من جرعات اللقاحات العالمية التي تقترب الآن من العشرة مليارات جرعة يتم إعطاؤها إلا أن هناك فجوات هائلة أعلن معهد روبات كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية تسكيل رقم قياسي جديد في إصابات كورونا اليومية بأكثر من 236 ألف إصابة خلال 24 ساعة ووفقاً للمعهد أصيب خلال اليوم الماضي في ألمانيا 236 ألف و120 شخص بالفيروس وتوفي 164 مصاب بالفيروس ولفت المعهد إلى أن هذا العدد يشكل رقماً قياسياً جديداً منذ انتشار الوباء إذ سجل الرقم القياسي السابق في منتصف يناير وبلغ أكثر من 92 ألف حالة ومنذ بداية الوباء أصيب أكثر من 10.4 مليون شخص في البلاد وتوفي أكثر من 118 ألف شخص لليوم الثاني على التوالي سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً تجاوز العشرين ألف إصابة وذلك وسط الانتشار السريع لسلالة أومايكرون المتحورة من الفيروس إلى ذلك أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 22907 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية وهو ما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى نحو 9007 إصابات بالتزامن سجلت روسيا 155 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبهذا الرقم يرتفع إجمالية حالة الإصابة في البلاد إلى نحو 12 مليون و284 ألف إصابة وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا ارتفاعاً تركمياً في حالة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى نحو 333 ألف شخص بعد تسجيل وفاة و667 حالة خلال ساعة الأربع والعشرين الماضية أما في ماليزيا فقد أعلنت الصحة عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح فيروس كورونا ويقتصر تطعيم الأطفال على سكان إحدى المناطق بوسط ماليزيا كمرحلة أولى وأضحت الوزارة أن عدد الأطفال في تلك الفئة العمرية الذين سجلوا لتلقي لقاح كورونا وصل إلى ما يربع على 517 ألف شخص حتى الآن أضافت الوزارة أنه سيتم إضافة الموعيد لبقية الفئة قريباً حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات ومن جانبها أعلنت الحكومة النيوزيلندية إعادة فتح حدودها بالكامل أمام العالم في مطلع أكتوبر المقبل وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن خطة من خمس مراحل لاستعادة علاقة نيوزيلندا مع بقية العالم وقالت إن أول مرحلة ستكون هي إنهاء الحجر الصحي الإلزامية في الفندق للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الوباء وأضفت أنه بعد أسبوعين سيتمكن جميع المواطنين المتواجدين حالياً بدول أخرى من العودة إلى وطنهم والقيام بنفس الإجراء أعلن وزير البترول والسروة المعدنية طارق الملة توصيل الغاز الطبعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبعي للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وأشار وزير البترول إلى أنه تم توصيل الغاز الطبعي لـ 98 قرية وجاء تنفيذ الشبكات الأرضية لمائة قرية وتنفيذ أعمال المسح الميداني والرفع المسحي لمائة و42 قرية أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد استلام 2-12 وحدة بايو جاز بمركز زفتة بمحافظة الغربية ضمن مشروع إنشاء 50 وحدة بايو جاز بمركز زفتة بالمحافظة أضافت الوزيرة أن تكنولوجيا البيو جاز تعد استكمالاً لمساهمة وزارات البيئة في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها أسعد رئيس عبدالفتاح السيسي في قرى مصر لتوفير حياة كريمة طريق بالمواطن المصري مؤكداً على دور المرأة المصرية في تطوير الملف البيئي أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمائتين واربعة عشر ألف وثلاثمائة وستة واربعين مواطن من خلال مائة وستين قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال يناير الماضي يأتي إطلاق هذه القوافل لدمن مبادرات الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية وأوضح بياد للوزارة أنه تم إجراء ثلاثين ألف وثلاثمائة واربعة واربعين تحليل دم وطفيليات وآشعات وعقد ثلاثة واربعين ألف ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين أعلنت مدرية التربية والتعليم محافظة سهاج أن هناك مائة وخمس وعشرون مدرسة جديدة بقرى حياة كريمة من المنتظر دخولها للخدمة تباعا على أن تؤدي جميع هذه المدارس دورها العام الدرسي القادم وتتيح هذه المدارس ألف وستمائة تفصل بتكلفة تتعدى ستمائة وخمسين مليون جنيها هذا وقدم إنشاء هذه المدارس وفق رؤية تطوير التعليم ورؤية مصر ألفين وثلاثين بأكواد تعليمية جديدة وأنظمة تهوية وملاعب وأماكن للأنشطة بشكل متميز أكثر من 125 مدرسة سوف تدخل الخدمة العام القادم بتكلفة أكثر من 650 مليون جنيه اللي هتضيف للعملية التعليمية أكثر من 1600 فصل يعني مدارس جديدة بإنشاءات جديدة بملاعب جديدة سوف تقدم العملية التعليمية والأنشطة انطلاقا من رؤية مصر عشرين وثلاثين هذه المدارس سوف تدخل الخدمة العام القادم برؤية جديدة كمان هذه المدارس اللي بيتم إنشاءها بأكواد جديدة لم تهجز من قبل من خلال فصول دراسية أنظمة تهوية جيدة ملاعب متميزة سوف تؤدي إلى تفعيل الأنشطة المدرسية بالمدارس وتؤدي إلى تخفيض الكسفات بالفصول الدراسية بمحافظة السهاج نفع المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن منشور يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع إضافي نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وقام المركز الأعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي التي أكدت أن إجازة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن تبدأ يوم الخامس من فبراير الجاري وحتى الخميس السابع عشر من الشهر نفسه أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تأتدمن قائمة الدول التي بدأت في إعداد استراتيجية للهيدروجين مشيرة إلى تشكيل لجنة تطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين كما أعلنت مصر عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأغضر وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة وأكد المركز في التقرير المعلوماتي حول الهيدروجين بعنوان رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه وفاقه المستقبلية أن الهيدروجين حاليا سوقا ضخمة مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات وأوضح التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانا مستقبليا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة أعلنت وزارة الصحة وسكان فحص سبعين ألف طفل ضمن مبادرات السيد الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاق بالمجان تحت شعار مئة مليون صحة أوضحت الوزارة أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مردا وراسيا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة وسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسحى الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الحضانات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية أشهدت وزارة الموارد المائية والرأي بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية وخلال توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناة الرديروت الجديدة بمحافظة أصيوت أشار وزير الموارد المائية محمد عبد المعطي إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه بقرد مغسر ويأتي استمرارا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل لكافة المنشآت المائية الرأسية الواقعة على بحر يوسف موضحا أن المشروع يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرأي بمختلف محافظات الجمهورية تتوصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة أسالسة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعليات والندوات الفنية والثقافية المزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم دعني في صورة المشهد الثقافي لديك في معرض القاهرة للكتاب وأنشطته المختلفة نعم معرض الكتاب في نسخته الثالثة والخمسين وأسبوعه الثاني اليوم يبدأ بالفعل وما زال يستقبل الزوار الذين تعدى يعني عددهم النصف مليون زائر منذ بداية المعرض ربما يعني كما تحدثنا خلال أيام السابقة عن الفعليات الثقافية والمختلفة والندوات وإقبال الزوار على الكتب ودور النشر المصرية وغير المصرية داخل معرض الكتاب ولكن ربما يبدأ الزبوع الثاني في معرض الكتاب بندوة مختلفة وخاصة وهي ندوة تكريم المبتعين للمبتعين الكتاب في معرض الكتاب في نسخته الثالثة والخمسين وتختلفت بالطبع الجوائز من جوائز التأليف المصرحي أو جوائز الإبداع النقدي أو جوائز حتى القصص المختلفة لذلك كان هناك تكريم بحضور دكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وأيضا الدكتور هشام الحاج والذين حضروا بالفعل تكريم المبتعين للكتاب سواء كانوا من صغار الكتاب أو حتى من الكبار اختلفت أيضا الندوات اليوم لم تتوقف فقط عند هذه الندوة ولكن كان هناك أيضا ندوات لبعض الكتاب في المعرض ومناقشة الرؤى والأفكار المطروحة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو حتى بعض الندوات الرياضية أيضا ربما حاز جناح الخاص بالأطفال على الأضواء كاملة في هذه النسخة نظرا لاستقباله لجميع الأطفال وأيضا توفير النشاطات الترفيهية من التلوين والرسم وأيضا الكتب الخاصة بأطفال سواء كانت المقروعة أو المسموعة أما بالنسبة للأعداد كما ذكرنا فتخطت النصف مليون زائر منذ بداية المعرض وبالأمس فقط كان هناك أكثر من ثمانين ألف زائر ولا يتوقف أيضا المعرض عند الزيارة الفعلية أو الحضور الواقعي للمعرض ولكن هناك أيضا الزيارات الافتراضية على المنصة الإلكترونية التي وصلت حتى الآن منذ بداية المعرض إلى أكثر من ثمانين مليون زيارة ولكن التسجيل والأرقام المسجلة رسميا لحضور وحجز التذاكر عن طريق المنصة الإلكترونية وصل تقريبا لما يقرب من مئة ألف تذكرة أو حجز على المنصة الإلكترونية بالإضافة لزيارات مختلفة للجوالات الافتراضية للكتب والمعرض بشكل عام عن طريق المنصة الإلكترونية كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية من مقر معرض القاهرة دولي للكتاب شكرا لك كلف وزير التنمية المحلية محمود شعروي بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميدانية لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الطرع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الجاري في 37 مركزا إداريا تم ترشيحهم بعشرين محافظة لتنفيذ المبادرة وفي بيان أكلت الوزارة أهمية دور الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كان مذج مع دعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الطرع والمصارف ونواتج التطهير أطلقت وزارة الأوقاف مشروع قوافل سقوق الإطعام من خلال البدء بـ 400 طن على أن يتم توزيع 100 طن من اللحم شهريا على 100 ألف أسرى اعتبارا من شهر فبراير الجاري وبسعر 300 جنيه لسق الطعام يأتي هذا المشروع في إطار عدد من المشروعات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تخص قوافل سقوق الطعام لتوفير أكبر قدر ممكن من طعام للفقراء والمحتاجين في عدد من محافظات الجمهورية أنا بأعتبر ده واحد من أهم المشروعات الاجتماعية اللي بتنفذها وزارة الأوقاف وحضرتكو تبعتم معنا النجاح الكبير لمشروع سقوق الأضاح ده شجعنا أن ننطلق في سقوق الإطعام وبنأكد أن ده بقى مستمر على مضايا العام البداية النهاردة بدأنا مع السادة المحافظين مع وزارة التضامن ندق قعدة بيانات بالمستهدفين الحقيقيين الأولى بالرعاية بالفعل المستهدف أن نصر للأسعى في المرحلة الأولى مرة كل شهر بدل أن كنا نصر لهم مرة في العام في السقوق الأضاحي يبقى التوزيع على مضايا العام نستهدف في المرحلة اللاحقة أن نصر إليهم كل أسبوعين ويمكن أن نصر إليهم إن شاء الله في المستقبل كل أسبوع كما أكدنا البداية بمئة ألف أسعى النهاردة في خمسة لمحافظتي القهارة والجيزة غدا ثلاثة لسلاسة ألف أسعى بمحافظة الدق أهلية ويستمر التوزيع بواقع خمسة وعشرين طن كل أسبوع بواقع مئة طن كل شهر أكدت وكالة موديز للتصنيف الإتماني أن قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفع عن البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية مستقرة وأشارت موديز إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق ستعملان على دعم النمو الاقتصادي بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصا تجارية وافرة للبنوك أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 45.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 الذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تريفها وأكدت الحكومة أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم انكماشي اقتصادية العالم إشادات دولية متواصلة يشهدها الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية إشادات تأتي في ظل تنفيذ الدولة بتوجيهات من القياد السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ألقى بظلاله الإيجابية على الاقتصاد المصري الأرقام لا تجذب ولا تتجمل فآخر تلك الإشادات العالمية جاءت على لسان نجلة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوة التي أكدت أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا في عام 2020 الأسكوة أكدت في تقرير لها أن مصر سجلت أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وذلك وفقا لرصد الآداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثل للقوة الشرائية بين عامي 2017 و2020 في غضون ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع جائحة كورونا وأن الدولة استطاعت تنمية صادراتها لترتفع إلى 45.2 مليار دولار خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق لصناعات كثيرة على مستوى العالم احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها طبقة ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم المؤشرات الإيجابية على قوة الاقتصاد المصري تأتي من كل حد وصب ليعلن البنك المركزي هو الآخر أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي اي ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة الربع الاول من العام المالي 2021-2022 فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 69.12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب وذلك لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التنسيق المستمر مع الجانب العراقي يأتي بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائية حول سبل مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالعراق خاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء والتطوير العقاري بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية وتعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين أعلنت وزارة الزراعة أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال السروة الداجينة موضحة أن حجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل وخلال لقاء وزير الزراعة سيد القصير مع الرئيس التنفيذي الجديد لأحدى شركات الدواجن السعودية عبد الكريم أنوير بحث الجانبان دعم التعاون المشترك ضخي مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة وخلال اللقاء أشار وزير الزراعة بدور القطاع الخاص في دعم قاطرة التنمية والاقتصاد مشيرا إلى توجهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية يلتقي منتخبون الوطني في التاسع من مساء اليوم نظيره الكاميروني في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية ورغم الغيابات التي يشهدها المنتخب الوطني بسبب الإصابة يطمح الفراعين لتجاوز عقبة الكاميرون والتأهل الدور النهائي لملاقات المنتخب السنغالي الذي تأهل بعد تغلبه على نظيره البوركيني تتجه أنظار عشاق قرة القدم صعوب الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية يويندي والذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية واستطاع منتخب الفراعين التآهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية هذا ويعاني منتخب مصر من عدة إصابات قبل مواجهة الكاميرون حيث يفتقد المنتخب جهود محمد الشناوي وأحمد حجازي إذ يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية والثاني من تمزق في أوطار العضلة الضمة بينما تحوم الشكوك حول جاهزية محمد أبو جبل بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضمة وتاريخيا تحمل لقاءات مصر والكاميرون العديد من الذكريات التي لا تنسى للجمهور الأفريقية حيث واجه المنتخب المصري الأسود غير المروضة خلال 27 مباراة وحقق الفراعنة الفوز في 15 لقاء وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في 6 مواجهات بينما حسم التعادل 6 لقاءات وعلى مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية تواجه المنتخبان في 10 مباريات من قبل حقق منتخب مصر الانتصار في 4 مواجهات وخسر في 4 مباريات بينما جاء التعادل في مبارتين أحدهما أصفر عن انتصار الفراعنة برقلات الترجيح هذا وقد رصدت كاميرا تلفزيون المصرية توقعات الجمهور حول مباراة المنتخب الوطني اليوم مع نظيره الكاميروني وأمنياتهم بفوز المنتخب إن شاء الله بإذن الله الفوز المصر بإذن الله وده طبعا شيء قيم جدا لمصر والوطن الحبيب مصر إن شاء الله بإذن الله 2-0 مصر عندها منتخب جدا مقاتل وأتمنى طبعا إن مصر تفوز ممكن 2-1 لمصر وإن شاء الله مصر تكسب كده إن شاء الله أتوقع في المطش إن شاء الله 1-0 لمصر إن شاء الله المطش هيبقى يعني هو صعب لإنه في الكاميرون وفي وسط جمهورهم ولكن إن شاء الله أنا أتوقع أن مصر هتفوز إن شاء الله إن شاء الله تفوز 2-1 إن شاء الله توقعتي إن شاء الله 2-1 لمصر بإذن الله نطلع على الكاميرون وأنا أتوقع أن 1-0 منتخب بإذن الله إن شاء الله 2-1 لمصر محمد صلاح ومصطفى محمد ان شاء الله 2 سفرل منتخب مصر بإذن الله محمد صلاح ومصطفى محمد ان شاء الله مصر تكسب بس أهم حاجة روح المعنوية تكون مرتفعة ويفضل الفريق متماسك كده وزي ما بقيادة محمد صلاح ان شاء الله ومصر بإذن الله تصعب مصطفى محمد ومحمد صلاح أن شاء الله مصر يجبها 2 و1 وان شاء الله مصر يكون كويس والله يعني اللعيب عودتنا أن الماتشة التي كانت ترجالها وأدل المسؤولية وإن شاء الله الماتشة الجاية تبقى أدل المسؤولية برضو اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الترز اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الترازات واجتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الترازات للمقاتلات متعددة المهام موسيقى موسيقى كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالواقود في الجو موسيقى موسيقى وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة موسيقى موسيقى كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح أهرامات الجيزة أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين موسيقى وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التقطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح يأتي التدريب أمون 22 تعزيزا لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية تتوقع هيئة الأرساد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم حيث سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسيصحب بذلك سقوط أمطار متفاوتات الشدة على شمال البلاد حتى القاهرات الكبرى وشمال الصعيد للمزيد من المتابع ينضم إلينا مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود داني في أسورة ماذا يقول الخبراء عن حالة عدم الاستقرار في التقص ومتى ستستمر في هذه الحالة نعم أرحب بكل أسادة المشاهدين بالفعل كما أعلنت هيئة الأرساد الجوية أنه بدءا من اليوم سيكون هناك حالة عدم استقرار في التقص بدأت تحديدا ظهر اليوم بوجود الرياح المصاحبة للأتربة والرمال وسيكون من مساء اليوم هناك توقعات بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة وستكون أيضا على أكثر المناطق ستكون على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى وأيضا ستستمر هذه الحالة الغير مستقرة للتقص حتى يوم الأحد القادم لكن كل التفاصيل ستكون مع الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية دكتور منار بعد التحية طبعا يعني لو تضعين في التفاصيل كاملة فيما يتعلق بحالة التقص وما المتوقع خلال هذه الفترة الغير مستقرة لحالة التقص أهلا طبعا بحضرتك فاندم وأهلا بكل السادة المشاهدين أحنا بالفعل بدأنا وكنا نوهنا بالأمس أننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ ظهر اليوم وبدأنا نشهد طبعا نشاط لرياح المثير للرمال والأتربة على كافة مناطق الجمهورية بدأت الرؤية الأفقية تنخفض في بعض المناطق زي مطروح وإلمينيا انخفضت لألفين متر على بعض المناطق طبعا بسبب الرمال المصارى ده كان أول عنصر اللي هنبدأ نلحظه هو نشاط رياح المثير للرمال والأتربة لأن رياح جنوبية غربية سرعات رياح بتكون مبينة 40 و50 كم في الساعة فده طبعا بيؤدي لإثارة الرمال والأتربة أيضا توقعنا اليوم مع طبعا ساعات الظهيرة هتبدأ السحب تتقصر على سواحلنا الشمالية الغربية وبالفعل بدأت الأمطار تسقط على بعض المناطق منها الأسكندرية الآن ممكن نوضح من خلال سور الأمار الصناعية إن فيه سحب موجودة بشكل كثيف على بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية الغربية بعض المناطق الموجودة في شمال الدلتة بالفعل الأمطار بدأت تسقط أمطار متوسطة على أسكندرية مطروح البحيرة كفر الشيخ متوقع خلال الساعات القادمة طبعا استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة واللي هستمر معنا للساعات الأولى من صباحة غدا بإذن الله أيضا فرص الأمطار في الساعات القادمة هتبدأ تزيد وكميات الأمطار هتبدأ تزيد تحديدا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الواجه البحري وتكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة وهتكون رعضية أحيانا مصاحبة بتساقط لحبات البرد أيضا الأمطار هتمتد للداخل خلال ساعات الليل وتسقط على بعض المناطق من جنوب الواجه البحري القاهرة الكبرى مدن القناة ده طبعا خلال ساعات الليل وبعض المناطق من شمال السعيد وهتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعضية أحيانا دكتور منارة حابب أسأل حضرتك كمان عن درجات الحرارة ما المتوقع هل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهل سنعاود الارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى؟ لا طبعا الحالة دي انخفاض درجات الحرارة يمكن ده العنصر الثالث في الحالة الجوية مش هيكون ملحوظ بالشكل الكبير يمكن اليوم بداية الحالة سجلنا عظم على القاهرة الكبرى 18 درجة مقوية بانخفاض درجتين عن الأمس غدا نزروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هتكون 16 درجة مقوية هيكون في نشاط رياح هيحسسنا شوي ببرودة التقس لكن طبعا مش انخفاض ملحوظ زي اللي شاهدنا الإسبوع الماضي في حالة عدم الاستقرار وزي ما بنقول إن غدا نزروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هيستمر نشاط رياح المسير للرمال والأتربة الأمطار هتشمل كل السواحل الشمالية للبلاد وطبعا كل الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتسقط مع حبات البرد أيضا الأمطار هتشمل غدا بعض المناطق الداخلية من جنوب الواكه البحري القاهرة الكبرى بعض المناطق في شمال السعيد ومع حركة المنخفض مدن القناة وسيناء هتشهد غدا سقوط أمطار على مدار اليوم وتكون طبعا أمطار من خفيفة إلى متوسطة وهتكون رعدية أحيانا أيضا غدا كمان هيكون في الترب شديد فحركة الملاحة البحرية مع نشاط الرياح هيوصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط لخمسة متر مع يوم السبت إن شاء الله هنبدأ نشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية تبدأ زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس لأن احنا يوم الجمعة هيبقى فيه غياب كامل أشعة الشمس على مدار اليوم السبت إن شاء الله هنبدأ نشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية درجات الحرارة تبدأ ترتفع نسبيا وتعود الشبورة مرة أخرى في الظهور في الصباح البك شكرا جزيلا الدكتورة منار جانب عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شكرا لحضرتك إذن كما تحدثت دكتورة منار أن حالة الاستقرار ستبدأ من عدم الاستقرار ستكون من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بدءا من اليوم سيكون هناك سقوط للأمطار يوم الجمعة سيكون عدم وجود أشعة للشمس نهائيا فبالتالي لابد من اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات نظرا لسقوط الأمطار التي تحدثت عنها أنها ستكون بشدة بدءا من الغد خاصة على السواحل الشمالية ومناطق الصعيد هذه كانت الحالة الجوية من داخل هيئة الأرصاد الجوية بشكر حضرتكم وبرجع لكم مرة تانية في الاستوديو نعم نناشد المواطنين بتوخي الحذر محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية شكرا لك ولي ضيفتك الكريمة انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها رئيس سيسيا توجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين الكريملين يحد واشنطن على وقف تأجيج التوتر في أوكرانيا والنيتو يتحدث عن قوات روسية كبيرة في بيلاروسيا الصحة العالمية تتحدث عن هدنة من كورونا في أوروبا ما قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة نهاية نشرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد شكرا لحسن المتابعة